تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب تستعد اللجنة البارالنبية البحرينية لتنظيم البحرين 2021 دورة الألعاب البارالنبية الأسيوية للشباب ويعد هذا الحدث الأكبر للرياضات المخصصة لدوي العزيمة بمشاركة رياضي دوي العزيمة من قارة آسيا ممن تقل أعمارهم عن عشرين عاما وستقام خلال الفترة بين السابع والعشرين من نوفمبر إلى الثامن من ديسمبر المقبل وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن الدورة تشكل حدثا رياضيا قاريا مهما تستضيف مملكة البحرين تأكيدا لمكاناتها العالمية وسمعتها الطيبة وبما يتوافق مع توجيها جلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه في جعل مملكة البحرين قبلة للرياضة الإقليمية والقارية والعالمية ولتكون البحرين عاصمة الشباب والرياضة مشيدا سموه بالاهتمام الكبير من قبل سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله واهتمامه الكبير بإنجاح كافة الفعاليات الرياضية المقامة على أرض البحرين يذكر أن البحرين 2021 دورة الألعاب البارالمبية الأسيوية للشباب تحمل أهدافا نبيلة من بينها بناء إرث رياضي للألعاب البارالمبية من خلال برنامج التوعية وتوفير فرص تنافسية لتحسين التمييز الرياضي وتوفير فرص التعليم للرياضيين والعمل على تطوير اللاعبين من ذوي العزيمة وتقوية الصداقة بين المنتخبات كما تم تتشين شعار الدورة والذي يحمل قيم إنسانية رفيعة ويؤكد على مكانة مملكة البحرين باعتبارها واحة للسلام والتسامح ومكانا لتوحيد الرياضيين ودعم ذوي العزيمة